هنتكلم على كل بقى اللاعبين نتكلمك على مران عاطية على محمد الشناوي على علي معلول على إمام عشورة على كهربا حسين الشحات وبرستاه ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وكل اللاعبين الرائعين في النادي الأهلي اللي مروا بمرحلة صعبة جداً ما يتحملاش أي حد بدنياً بتتكلم في خمس مباريات متتالية في وقت قريب جداً بنتكلم في أقل من أسبوعين سواء في كأس العالم للأندية مستوى تنافسي كبير في كأس السوبر للأندية الأبطال في مستوى تنافسي كبير فريق من أول يوم بسم الله الرحمن الرحيم بيبدأ الموسم ببطولة كأس السوبر الأفريقي بطولة يعني تنافس مش بقول إنه هو كأس بطولة تنافس بعدها نصف نهاية كأس مصر بعدها الدول الأفريقي بعدها دول أبطال أفريقيا كلها منافسات صعبة جداً أي فريق في العالم بيتدرج في المستوى والمباريات والتنافس النادي الأهلي بسم الله الرحمن الرحيم بيبدأ الموسم بتنافس بمباريات غروج مجلوب بمباريات تحقق بطولة أو تخسر معها بطولة عشان كده تحية كبيرة جدا للعيب النادي الأهلي تحية كبيرة جدا لمدربهم مارس الكولر تحية كبيرة جدا 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 لإدارة النادي الأهلي اللي بتصك في مدربها حتى لو تعرض لبعض الضغط في وقته قليل جدا هي كبتصك فيه دائما وتدي له كل المساندة الممكنة وكل العناصر اللي بيحتاجها بياخدها مارس الكولر إدارة وعية إدارة فهمة إدارة نجحة